ضموا إلينا هنا في الاستوديو أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيد أحمد كلام سموتريش يعني أصبح أكثر وضوحا حول اليوم التالي لقطاع غزة النواية الإسرائيلية الحقيقية لقطاع غزة هو احتلال القطاع وتهجير نصف سكانه على الأقل نعم هذا واضح تماما أن سموتريش دائما هو المعبر الأوضح عن سياسة الاحتلال عن سياسة من يمين نتنياهو ولذلك ما يجري الآن في قطاع غزة هو جزء من هذا المخطط بمعنى ما يجري في الشمال طوال خمسين يوم هو كان واضح تماما أن مجرياته هي عملية تهجير من الشمال إلى الجنوب وتقطيع قطاع غزة إلى معازل لكن بالمحصلة إذا نجح هذا النموذج يمكن أن ينتقل إلى المناطق أخرى في جنوب قطاع غزة والغاية هي ترحيل الفلسطينيين لكن لا بد من القول أن الاحتلال الإسرائيلي أستاذ حسن وضع العديد من المخططات وضع مثلا مخطط سلطة عشائرية فشل وضع مخطط سلطة مدنية بمعايير احتلالية أيضا فشل وضع مخطط أن يدار قطاع غزة من قوة عربية دولية فشل الآن يتقدم بخطة الجنرالات لتنفيذها ابتداء من شمال قطاع غزة ولا زال طوال خمسين يوم لم ينجح في تفريغ مخيم جباليا هذا لا يعني أن الاحتلال لا يكبد الفلسطينيين خسائر في الناحية بشرية ومن ناحية إنسانية لكن هذه ضريبة الصمود وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي وهنا هذا الحديث وهذا الحديث المتواتر بالذات على الليسان سموترش حقيقة يضع مسؤولية تاريخية على المقاومة الفلسطينية ويضع أيضا مسؤولية تاريخية على المنطقة العربية بمعنى إذا هجر الفلسطيني من قطاع غزة إلى أين سيذهب؟ ألن يذهب إلى الدول العربية؟ إذا هجر أو نجح بالتهجير في قطاع غزة ألن يفكر بتهجير فلسطيني نصفهم أو ربعهم مثلا من الضف الغربي؟ أين سيذهبون؟ إذن للدول العربية هذا المخطط وهذا الحديث له تداعيات هائلة ولذلك على الجميع أن يتحرك قبل فوات الأوان كيف فهمت أنه يريد أن يستفيد من فترة وجود ترامب في الإدارة الأمريكية لتشجيع الهجرة الطوعية؟ كيف يمكن أن يكون ذلك ما هي آلياته؟ هو الآن يعمل على إعدام منطق الحياة في قطاع غزة ولذلك عندما يأتي الرئيس ترامب بالضغط على بعض الدول العربية وهو يعهد عليه بأنه شديد الضغط على الدول العربية وحتى على بعض الدول الأجنبية يمكن القول من باب إنساني نحن نريد أن ننقذ الفلسطينية من الموت جوعا وعطشا وبيوتهم دمرات وكل البنى التحيطية دمرات ولذلك من باب إنساني علينا أن ننقذهم وهنا يأتي البوابة الإنسانية لتنفيذ عملية التهجير بمعنى لها أبعاد سياسية الذي يجعل من الأنروا المنظمة الدولية الإغاثية للفلسطينيين عبارة عن منظمة إرهابية إذن هو يعمل على تحويل الحياة إلى عدم ومن هنا يأتي دائما البوابة الإنسانية من طرف آخر لتجيع الناس على الهجرة من ناحية واقعية وهنا سيكون المشاريع ليست من باب السياسة بمعنى أنهم يتخلون عن قضيتهم ولكن هذا معروف الذي هجر نصف الشعب الفلسطين في عام ٨٨٠ يمكن أن يهجر نصف سكان قطاع غزة يعني ضرب الأنروا كان جزء من مخطط الآن يتظهر بشكل أوضح وهو إلغاء صفة اللاجئين عن هؤلاء ودفعهم إلى الهجرة الطوعية لإدماجهم في مجتمعات أخرى من أجل السيطرة والاستلاء على أراضي قطاع غزة من ناحية قانونية حسن لا يمكن إلغاء صفة اللاجئ عن الفلسطين المسجل في قوائم الأنروا والأمم المتحدة عموما لكن من باب الواقعية السياسية هو الآن يوقف عمليات الأنروا التي تشكل تقريبا أحد أهم المنظمات وتقوم بقرابة ٧٠٠٠٪ من حاجات الإغاثة عندما تغلق هذا الباب إذن هو سيفتح بابا إنسانيا آخر لكن هذه البوابات هي بوابات خارج قطاع غزة والمقصد منها من يخرج أن يعود ولذلك الآن سموترش يتحدث عن كلمة الطوعية وهذه الطوعية ستعنون بعنوين إنسانية بعملية إنقاذ بعملية أنه لا يوجد منطق للتعليم ولا للصحة وبالتالي على الفلسطين أن يتعلموا ويعالج منهم تخيل على سبيل المثال أن هناك ١٠٠٠٠ فلسطيني مصاب لو أنت أردت أن تخرج ١٠٠٠٠ للعلاج وكل مريض لديه مرافقين إذن أنت تتحدث عن إخراج ٣٠٠٠ فلسطيني فقط للعلاج خارج قطاع غزة الاحتلال إذا أخذ قرار بعدم إرجاعهم إذن هو تخلص ٣٠٠٠٠ من أصل ٢ مليون وربع المليون هذه نماذج يمكن أن يسعى إليها الاحتلال ليطبق فكرة التهجير من بوابة الإنسانية ما يتعلق بالسيطرة المدنية يعني يتحدث سموتريش عن السيطرة المدنية على قطاع غزة ويعتبر بأن الكلفة ليست كلفة عالية على خلاف ما يروج له البعض في إسرائيل يعني يتحدث عن القدرة المادية والعسكرية أيضا على فرض السيطرة المدنية هو الآن هذا ما يتحدث عن سموتريش هو يتوقع بأنه يمكن أن يدار قطاع غزة مدنيا وأبنى الشعب الفريس سيستسلم له وسيكون طيعا وبالتالي سيتعاطى مع كل المشاريع الاحتلالية لكن هنا أريد أن أذكر أن يو آف جالانت وهو وزير الحرب وهو ذو خلفية عسكرية في أيار مايو الماضي قال بأن تكلفة الإدارة العسكرية في قطاع غزة هي 6 مليار دولار هذه تكلفة مباشرة إضافة إلى العديد من الفراق الأليات التقيلة وبالتالي أمر مكلف لكنه يحاول دائما كونه أي دولوجي يحاول أن يبسط الأمور ليفتح المجال أمام القيادة السياسية لاتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة شكرا لك أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر